وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين وبمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعد دم الملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025 ومتابعت ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 وأهم القطعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطعي الصحة والتعليم حيث وجه سيادته بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين ترجمة نانسي قنقر